في جسم الإنسان عظاة في جسم الإنسان السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع حلقة جديدة حول أسرار الأرقام في جسم الإنسان نلتقي بالعين بحاسة البصر بنعمة الإبصار وقلنا في الحلقة السابقة نعيد القول بأن العلم لا بد أن يكون في خدمة العقيدة لأنه ما خلق الله السماوات والأرض وما أنزل الله الكتب وما أرسل الله الرسل وما أقام سوق الجهاد وما أقام الجنة والنار وما انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أبرار وفجار إلا من أجل هذه العقيدة فالعلم التجريبي واحد من فنون كثيرة من فنون الحياة الدنيا لابد أن يكون في خدمة هذه العقيدة أما أن يكون مقطوع الصلة كما في مناهجنا أو كتبنا أو مراجعنا تماما عن ذكر أن الله هو الخالق أن الله هو المدبر وهذا الذي نحاوله بمشيئة الله عز وجل بمنة الله علينا بنعمة الله علينا من خلال هذا البرنامج وغيره أن نركز على قضايا التوحيد من خلال العلم التجريبي الذي تعلمنا في العين الواحدة 140 مليون مستقبل حساس للضوء وهي تسمى كما قلت مقاريط وعصي طبقة المقاريط والعصي واحدة من الطبقات العشرة التي تشكل شبكية العين والتي يبلغ سمكها بطبقاتها العشرة أربعة من عشرة مليمتر يعني طبقة الشبكية بالعشرة طبقات أو الشبكية بالعشرة طبقات أربعة من عشرة مليمتر طبقة من هذه الطبقات فيها 140 مليون مستقبل حساس للضوء شفتوا إبداعي الزيت حتى ضيت الزيت رتبت هذا هو صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تصنعون وبعدين عرضنا الصورة دي بردو نعرضها كمان مرة حتى الخلايا المستقبلة للضوء بتركيب تشريحي عجيب جدا يعني فيه نواة وفيه يعني ليف خارجي وفيه حاجة اسمها الليبسويد سيليم يعني حاجة زي الأهداب كده وفيه الديسكس يعني اللي هي القواعد آدي حتى العصي خلاف المخرط في تركيبها التشريح إذا ما أنت شايف قدامك عشان تعرف إنه لا عبث في خلق الله لا عشوائية في خلق الله لا مصادفة في خلق الله وإنما هو النظام وهو الإبداع وهو الدقة وهو الروعة وهو هو النظام والإبداع والدقة والروعة التي أنزل الله بها منهجه للبشر لأن منزل القرآن جل وعلا هو خالق الإنسان تبارك وتعالى خالق الإنسان هو منزل القرآن تبارك وتعالى ودي صورة مجهرية للخلايا اللي هي اتكبرت 250 ألف مرة بالمجهر الإلكتروني زي ما قلنا في الحلقة السابقة وآدي الكونز اللي هي تحت لية اللي هي المخاريط الصغيرة إنما العسيان وقفهيت لأن دي شبه المخروط وده شبه العصائي ده لا مهمة وده لا مهمة مش وقتها لوقت عشان نقول وظيفة المخاريط إيه ووصيفة العسيان إيه المخاريط بقى برضو شريحة طول المخروط 85 ميكور يعني ايه ميكور على فكرة يعني المتر 100 سنتيمتر خلي بالك السنتيمتر 10 ملي متر الملي متر 1000 ميكور شفت شفت الأرقام السنتيمتر 10 ملي متر المتر 100 سنتي المتر 100 سنتي السنتي 10 ملي متر الملي متر الواحد 1000 ميكور طول المخروط 85 ميكور شفت الدقة يعني شفت الدقة والصغر 85 ميكور اللي هو 1000 ميكور عبارة عن ملي متر بس ده 85 ميكور وبعدين 85 ميكور فوق في المحيط يوصل لـ 5 ميكور ويشبه قنينة الماء زي منا عرضت الصورة اللي فاتت زي القنينة كده له مخنق في النص كده وفوق واسع شوي واسع وفوق طوله 85 ميكور في المحيط 45 ميكور قلت إن الميكور واحد على ألف من الملي متر ولو قطع خارجية وقطع داخلية يعني المخروط اللي هو بهذه الدقة اللي منه هو العصيان 140 مليون في طبقة واحدة من الشبكية اللي هي كلها 4 من 10 ملي متر كيف رتبت هذه الخلايا كيف نظمت في هذا الحيز البالغ الدقة سبحان من أعطى كل شيء انقلقه ثم هذا النعرض اللي بعدها العصي يبلغ أقصى طول لها بالقطب الخلفي 60 ميكور وإن الميكور واحد على ألف من الملي متر وأتناقص ليصل بخط الاستواء إلى 50 ميكور وبالحافة المشرشرة للشبكية 40 ميكور والثخانة حوالي 1 ميكور سبحانك 1 ميكور سبحانك يا رب يعني برضو بيوصفه التركيب التشريحي وطوله وعرضه للمخاريط والعصي 140 مليون في طبقة من طبقات الشبكية العشرة عايز دايما نكرر وعود وقول لأن ذكر الله يتطلب هذا ذكر الله يتطلب أن تعيد الأرقام وأن تزيد في الكلام كي يستقر عقيدة في القلب أن الله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الصورة اللي هي يعني قطاع طول كده برضو بنفس المفهوم عايز بس أبين دقة خلق الله وعظمة خلق الله عز وجل طيب فيه صورة بعدها القرص الأسود ده خلي بالك القرص الأسود الذي يبدو في الصورة هو العصب البصري الذي ينقل الصورة التي تجاهدها الآن بعينك إلى المخ في صورة إشارات كهربائية أما لماذا يبدو أسود العصب البصري لأنه على الرغم أنه حلقة الوصل بين الشبكية والمخ لنقل الصورة إلا أنه في حد ذاته بقع مياء لا تحتوي على خلايا استقبال ضوء سبحانك يعني العصب البصري لا يحتوي على خلايا استقبال ضوء ولذلك هو معتم فإذا قلت لك أذكر الله خيرا أن العين يخرج منها نصف مليون ليف من الأعصاب تنقل الصورة بشكل ملون تلفزيون ملون يعني مش عبيض ويسود نصف مليون ليف من الأعصاب وبعدين بنقلها طبعا بتكون مقلوبة وبطروح تتعدل في الموقع وإن شاء الله الحلقة انتهت فنلتقي بحضراتكم بمشيئة الله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقة الغدي وحتى نلقاكم أستوجع الله دينكم وأماناتكم وأخواتي مع أعمالكم والسلام عليكم ورحمته وبركاته سبحان الحي المنان من أبدع هذا الإنسان صوره في أجمل خلق ما أبهى صنع الرحمن آيات للمولى فيها أسرار في كل أعوان في جسم الإنسان عظاة في جسم الإنسان بيان آيات للمولى فيها أسرار في كل أعوان في جسم الإنسان عظاة في جسم الإنسان بيان سبحان الحي المنان